ولد الفنان عبد موسى عام سبعة وعشرين في مدينة إربد والتحق بالإذاعة الأردنية عام ثمانية وخمسين حيث شارك في البرنامج الإذاعي مضافة أبو محمود بالعصف على الربابة بعد ذلك انضم إلى فرقة الفنون الأردنية حيث انطلق الفنان عبد موسى بمصاحبة هذه الفرقة إلى العديد من الدول العربية والأجنبية نال الفنان الراحل عبد موسى جائزة أحسن مطرب في المهرجان الذي أقيم في تونس عام واحد وسبعين من بين أربعة وعشرين دولة شاركت في المهرجان وفي عام أربعة وسبعين نال جائزة أحسن عازف على آلة شعبية وبعد وفاته بسنة وفي عام ثمانية وسبعين أقيم مهرجان للأغنية العربية في دمشق حيث حازت أغنية يعني ديابة على المرتبة الأولى الجحل